بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن أعمال يوم الجمعة يسند تبكير يوم الجمعة يعني يخرج من الساعة بعد إشراق الشمس من الساعة في البول نعم كذلك الاغتساب يتطيب الرجال قراءة سورة الكهف الكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدنو من الإمام إذا صعد الخطيب إلى المنبر لا يتكلم أحد حتى بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر ينصد لخطبة الإمام ينهى عن الجنوس حكذا هذه الجلسة ينهى عنها ووقت الإمام يخطب أو يفرق أصابع أو يشبك بين أصابع يخطب بهم الإمام خطبتين قبل الصلاة ثم يصلي فيهم ركعتين يجهر فيهما بالقراء يسنك ذلك الدعاء يوم الجمعة لأن في ساعة يوجد ساعة في يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب أختلف العلماء فيها من أصح الأقوال تقريباً أنها قبل غروب الشمس يوم الجمعة نعم بساعة تقريباً فنشتهد في يوم الجمعة